إن بعض الناس الآن يتابعني لا يعرف إلا النقد والله معرفوا يحطون الماء حطينا غلط والله معرفوا يحطون الكوب حطينا غلط هو ليش حط القلم هنا هو ليش شايل أوراق في يده هو ليش كذا هذا حياة هؤلاء هؤلاء تراهم يعيشون هكذا يحضرون المناسبات ينتقدون كل شيء يجلسون في مجالس الناس ما يعرفون إلا الانتقاد هم لا ينامون ولا يرتاحون إلا ويتابعون عشان يجعلون النقد هو أول شعار لهم كيف يمكن أن لا تكون محبطا من هؤلاء ابتعد عن مجالسهم عن مخالطاتهم حتى ضعفك لا تذكره للمحبطين والمثبطين انتبه ضعفك لا يأتي عند هؤلاء ولا تأتي بهم بتاتا لأن هؤلاء سوف يزيدونك موتا على موتك وقتلا على قتلك لذلك عش مع المتفائلين صاحب المتفائلين اسمع أخبار المتفائلين حاول أن تسمع أخبار المتشافين والمتعافين حاول أن تسمع قصص الذين رسبوا ونجحوا خسروا وربحوا مريضوا وطابوا تغربوا وتعبوا ثم حققوا النجاحات اسمع أخبار هؤلاء أما أن يشغلك حياة الذين عاشوا الترف والراحة ويأكلون بملعقة من ذهب لا هؤلاء ما ينفعون معاك أنت تحتاج أن تعيش إن في قصصهم عبرة قال الله عز وجل أقصص القصص لأن فيها عبرة فيها تذكير فيها حياة تفضل